استمرارا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري الإداء والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت لجنة رفع سعر الاعتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% وبناء على هذه الإجراءات قررت لجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التدخم إلى مساره النزلي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتدخم كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التدخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة هذا وأكد البنك المركزي التزامه بمواصلة جهوده لتحول نحو إطار مرن لاستهداف التدخم وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التدخم كمرتاكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لأليات السوق ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءا بالغ الأهمية حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي